صباح الخير مشاهدي قناة زاكروس الفضائي صباح الخير زملائي داخل السوديو اليوم موضوع ليتحدث بالنسبة لك أي ما تفضل التواصل مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أم الذهاب إليهم؟ ولماذا؟ خليكم يعني ناخد عراء الناس بالنسبة لك أي ما تفضل التواصل مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أم الذهاب إليهم؟ ولماذا؟ لا أروح لهم بس هس حاليا لا والله يعني تعرف عمل شغل ملتهين يعني تقل التواصل يعني الذهاب إليهم أحسن ما على المواقع الاجتماعي يعني مثلا يعني شون تروح تشوفهم بالذهاب إليهم يعني تشوفهم وتسأل عليهم يعني شون الاجتماعي على التنهيط يعني ما بي فادي كأنما أسئلة ووجوبة يعني ما بي أي أسئلة يعني شخص عادي يعني الذهاب إليهم وتواصل إليهم يعني بالحالتين أحسن بقرود؟ ده أي تقريبا يعني واحد بحكم عمله أنه يسأل عليهم صورة متواصلة وهم يشوفهم بين فترة وفترة حقيقة الذهاب إليهم واللقاب بيهم يعني أفضل طريقة وطريقة مختلفة عن وسائل التواصل الاجتماعي لأن تحس أنه اللقاب بيهم صورة مباشرة هذا اللقاب بيروح بيأكو روح موجودة يعني الوسائل التواصل تحسها جامدة ميتة بدون أي مشاعر وأحاسس بين القروب العائلة والله كنسبة يعني 600 إلى 700 أوكي الذهاب إليهم بس هناك أشخاص أو أكوناس يعني عندهم صعوبة بالهاي الانتقال إلى المسافات هذه مثلا أنا شخصيا عدي عمل يربطني تمام فممكن أستخدم تواصل الاجتماعي سوي قروب خاص ويا أخوتي ويا أخواتي ويا قاربي أتكلم معهم عبر التواصل الاجتماعي والله هي حسب الفراغ يعني مرات أنه يكون حسب التواصل يعني عن طريق الانترنت أو يكون الزيارة إلهم يعني بالنيابة نترك الانترنت نتواصل يوم عن طريق المواصلة يعني للبيوت لا طبعا أكيد الذهاب إليهم يعني زيارة إلها الأقارب مودة ورحمة أفضل من التواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي أكيد الذهاب إليهم لأنه هسا تعرف يعني هو تعرفت صلاة الرحم مطلوبة هسا بهذا الوقت يعني بس مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على هذا الشي كل شيء أثرت على هذا الشيء من كومنة واحدة صارت مثلا عداوات بين القرائب وقامت مواقع التواصل الاجتماعي شوية خربت من هذه العلاقات بس أكيد فضل الذهاب إليهم التواصل الاجتماعي الشيء عادي يعني حسب إذا تريد شيء البعيدة تتواصلوا إياه يعني إذا ما عندك أن تنتب عملك أو هاي تتواصلوا إياه بس إنما الغريب أو تتواصل تواصل بالغريب ترجمة نانسي قنقر